مزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسلنا من موسكو يوسف بيغارة ومن اسطنبول علام صبيحات أبدأ معك يوسف المحللون هل يرون أن هناك مؤشرات يمكن التقاطها من هذا الاتهام الروسي لتركيا باختراق القانون الدولي عاشية لقاء الرئيسين بالفعل المراقبون يرون في بيان وزارة الدفاع الذي صدر قبل يوم من القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في موسكو بأنها تضغط أكثر على الجانب التركي وتعري ذلك المشهد الذي رسمه الأتراك واستغلوا الأمور الإنسانية وزارة الدفاع الروسية فندت تلك التقارير التي أصدرتها تركيا بشأن العداد الهائلة للاجئين وقالت بأن ثلثي هذا العدد هم ليسوا بسوريين بل من أفغانستان والعراق ومن دول وسط آسيا بحسب تصريحات بيان الدفاع الروسية كذلك اتهمت بطريقة مباشرة وبلهجة شديدة الأتراك بدمج الجماعات المصنفة باللهابية بما فيها جبهة النصرة مع نقاط المراقبة التركية وزارة الدفاع الروسية ذهبت لأبعد من هذا عندما أكدت بأن أنقرة خرقت القوانين الدولية عبر زيادة عدد الجنود الأتراك في منطقة إدلب العدد يفوق بحسب بعض الأرقام وتصريحات للدفاع الروسية عشرين ألف مقاتل تركي أو جندي تركي هذا يشكل خرق تام للقوانين الدولية بحسب بيان الدفاع الروسية وكذلك يخرق اتفاق سوتي الذي ينص على ضرورة الفصل بين المعارضة المعتدلة بحسب وصف موسكو والجماعات المصنفة بالإرهابية موسكو قالت بأن أنقرة فشلت في تنفيذ اتفاق سوتي على الأرض بينما نجح الجيش السوري في هذا الأمر كذلك قالت بأن الأتراك فشلوا أم لم يعملوا على إنشاء منطقة منزوعة السلاح بعمق عشرين أو خمسة عشر كيلو متر ابقى معي يوسف سأنتقل إلى علامة ما هو الرد التركي على هذه الاتهامات الروسية تركيا تصر على موقفها وتقول أنها ستستمر في عمليتها العسكرية رغم كل هذه المواقف الروسية التي باتت متتالية بشكل ملفت للانتباه في الآوين الأخيرة في الأيام الأخيرة والتي تهاجم ولو بشكل دبلوماسي الجانب التركي تركيا تقول أنها ماضية في هذه العملية العسكرية وتقول أنها ترسل تعزيزات عسكرية إضافية إلى محيط إدلب من أجل تعزيز دقاط المراقبة التركية ومن أجل استمرار العمليات العسكرية أو العملية العسكرية التي أطلقتها بعد السابع والعشرين من الشهر الماضي والتي أطلقت عليها درع عربية وهي العملية التي باتت تستهدف بشكل واضح وصريح مواقع الجيش السوري من قبل الجيش التركي نفسه وبالتالي التصريحات التركية تأتي في هذا الإطار وتقول أن تركيا تريد أن تصل بحسب ما يقولون إلى صيغة وافقية مع الجانب الروسي في إطار اتفاقية سوشي من أجل تطبيق هذه الاتفاقية بشكل كامل كما تقول أنقرة ولكن من ناحية أخرى هناك تباين كبير في تفسير اتفاقية أضنى أعفوا اتفاقية سوشي الجانب التركي يقول أنه يجب أن ينسحب الجيش السوري من المناطق التي سيطر عليها تماما بشكل كامل حتى بعد النقاط المراقبة التركية بما سميت استلاحا حدود سوشي وثانيا هو يطالب بوقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في إدلب وهو الأمر الذي يقول الجانب الروسي أنه غير ممكن التحقيق وأنه يجب أن يتم تعديل اتفاق سوشي من أجل أن يكون بصيغة جديدة بناء على تطورات الجديدة أولا وثانيا وعلى اعتبار أن اتفاق سوشي بحسب وجهة نظر روسيا لا يلغي محاربة المنظمات الإرهابية حتى في إدلب وإن كانت كمنطقة خفض تصعيد شكرا لك على مصباحات من اسطنبول أيضا شكرا يوسف بيقار مراسلنا من موسكو شكرا لكم